مرحبا بكم تسابعينا الأوفياء معكم المعلم زوير كانت مننا من الله تكونوا بألف خير القناة اللي معنا اليوم في الدعم فهي قناة أم جنات كنتمنى منكم تزوروا القناة ديال الأخت أم جنات وتشجعوها بمشاهدة الفيديوهات وضغط جيم والبرتاج فضلا وليس أمرا وكذلك بالاشتراك في القناة باش تشجعو الأخت على الاستمرارية وعلى بدل مجهودات أكثر وبتوفيق إن شاء الله للجميع قد ينمروا الخدمة ديالنا كما كتشاهدوا أمامكم جلابة الرندة تحت الطلب تطلبوني الأخوات باش ندلكم رندة القرمت بالتقنية جديدة المبتكرة اللي معلم زوير بالألوان إن شاء الله غدي نطبقها معكم في هذا الفيديو كنحتاج الألوان ديالنا لغنستخدمه تكون متناسقة مع اللون ديال التوب بالنسبة لي كنخدم بلون أصفر فاتح يعني بناني سنستخدم مع هذا البيستاش وهذا الموف بارد ممكن تختاروا الموف يعني جوج ألوان متناسقة يعني فاتح أو غامق كنبرمو الحرير على جوج الشعرات جميع الألوان كذلك كنحتاجوا لإيبر النمرة السبعة كما تشوفوا الخدمة ديالنا غتجي من الفوق تل تحت في الهبطة ديال بياسة هنا عندي الفتحة ديال العنق قد ندرسوها مع القب في الآخر بسم الله على بركة الله نبدأ الخدمة ديالنا تبع معي مزيان أنا بنيت هنا جوج الغورة زهبط فيهم في الخدمة ودرت الدقة ديال التوب دبا نبدأ على بركة الله كندير الخيط الدائري لتحت كننقذ الغرزة الأولى وكنناخذ الغرزة الثانية غدي ندير الدقة ديال التوب كما كتشوفوا دبا غدي نعمر هنايا الغوراز يعني يجوش غراز من الجانبي شتو كان وقف يعني ذاك الخيط اللي عمرته بالغراز ويجي مسدود ذاك العوينة دياله يعني ما نديروش مرخوف بزاف من الأول عندما ندير الدقة الأولى في التوب كذلك ندير الدقة ثانية مباشرة في التوب لاحظوا مزيان شنو ندير دابا من هنا ننقذ مباشرة اللي هنا لهذه الغرزة اللي عندي الفوق وغدي يبقى الخيط ديالي مائل يعني مع الخدمة بهذا الشكل ندير هنايا الدقة ديال التوب عادي يعني نفس المسافة ونفس القياس مع الدقات اللي سبقوا كما كتشوفوا نهز هذا الخيط اللي كان مائل هنا بغرزة الفوق يعني كلاسقو الجهة التوب كذلك ندير الدقة ثانية في التوب عادي لاحظوا معي مزيان نوقف هنا الخدمة في البداية يعني هذا الخيط اللي كنت عمرت دابا درت الخيط دائري لتحت كما كتشوفوا سنبدأ نحبك لحبيك ديالي مباشرة يعني بدون أي غرزة يعني في الأول شتو وفي نص الوقس في الحبكة الأولى كنزيرها مزيان الفوق يعني بشتكاري تلك العوينة ديالها اللي سنهز من بعد الله أكبر كما كتشوفوا القرمت ديالي عمرت الأخير مقبل كنا كنخدمو غيب خويوت دابا يعني كنخدموه خاوي يعني من الواسط يعني فارغ من الواسط كنخدموه على مربع باش تفهمو نفس الشيء كما درت في البداية كنتاقل بالخيط وكنشدو في ذاك العوينة اللي خليت بين دقة ديال التوب أول حبكة كذلك كندير دقة ديال التوب كذلك كنعمر هنا يا غرزة الفوق كنزيرها مزيان كنعمر غرزة التحت كنتاقل بالخيط كنتاقل بالخيط الأساسي اللي كنتطلع عليه المربع ديالي وكنغلف عليه القرمت ديالي كنتاقل بالدقة ديال التوب متابعين باش تفهمو من هنا مباشرة تشتو يعني مختصر يعني في الخدمة وسريع جدا يعني وما كياخدش لا وقت لا حرير لا تعب لمجهود كما كتشوفو خط واقف في الأول وخط مائل يعني من بعدو كما كتشوفو كندير دقة ديال التوب وكنناخد هنا هاد الخيط اللي مشيت بيه مائل كنهزه هنا للجانب بغرزة يعطيني الشكل ديال المربع ديالي لابا هنا غدي نغلف المربع اللي كتشوفو كي يجي يعني مربع عنده جوز أضلع من الجانب يعني هم اللي كنغلفو عندما الحبكة الأولى كنزيرها يعني مزيان ما نخليهش مرخوفة باش تلك العوينة غي نهزها من بعد متشرق ليش الخدمة يعني تجبدلي الحبكة كنستمر نسو الشيء كنعمر الخدمة تل آخر كما كتشوفو انا خدمت ربحاني الوقت يعني ربعات ديال الحبات ديال القورميت يعني بحل البياسة اللي كان ديالكم تطبيق عليها يعني غدي تخدموا ربعات الحبات من كل لون ديال القورميت سوف نأخذ اللون المغاير بعد ما دفنت اللون الأول في التوب عادي سوف نأخذ هنا في نفس المكان سوف نأخذ السريفة ديال الفتلة الجديدة ديال اللون المغاير كما تشوفو ديال نفس الطريقة أو نفس تقنية اللي بديت معاكم من الأول يعني سوف ننقذ هذا الخيط بغرزة الفوق سوف ندير الدقة ديالته عادي وذلك الخيط نجد له دائما كأننا نعمره فيه يعني جوج الغراز بحال يدرنا في بداية الخدمة نكمل الخدمة ديالي كما تشوفو عادي نجبد هنا هذا الخيط اللي دفنت ضروري قبل ما ندير الدقة يعني الأولى في التوب يعني الأولى كانت غبس السريفة هنا دا بغيت تدفن الخيط مزيان ما يبقىش يعني مرخوف الذي يدفننا كذلك ندير الدقة الثانية مباشرة حتى الأولى ننقذ هنا الفوق لهذه العوينة يعني بالحرير كما تشوفو كما تشوفو مرخوف كما تشوفو من قبل كان يتخدم كل حسيرة من بعد يعني ما أعطيتكم تقنية الأولى ديال الخيط هذه التقنية يعني التانية ديال المربع كيتعمر هو فارغ من الواسط يعني يعني من هنا فصاعدة إن شاء الله ستخدموه يعني بكل أرياحية بكل إتقان وبدون تعب وبدون مجهود ممكن تطلعوا الهبطة ديالكم في نصف نهار إذا كنت تجدكم خفيفة ومسربية ممكن تطلعوا الهبطة في نصف نهار يعني كنعرف شو كنقول لكم لأنها خدمة سريعة مختصرة يعني وكتربحوا فيها الوقت بالنسبة للحرير لا تأخذ الكومش يعني ذاك المقدار اللي غا ياخده غورميت اللي كنخدمه طريقة تقليدية القادمة يعني ديال الحصيرة وعاد كنغلفوه كنستمر عادي دابة هنا في الخدمة كما كتشوفوا غادي ندير دقة الأولى كذلك دقة الثانية هنا في التوب كنطاقل مباشرة لهذه العوينة اللي عندي هنا الفوق كما كتشوفوا بالخيط كندير دقة الفوق بحالها كنهز هنا هذا الخيط بغرزة يعني الجانب بالتوب كما كتشوفوا كندير دقة في التوب الثانية كنعوض الدقة اللي درت التحت دابة مباشرة نبدأ بالحبكة الأولى كما كتشوفوا كنعمر الثانية 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 كندير السريفة لكي نبدأ بالخدمة ديالي نفس الشيء كما أردتكم يعني سابقا كما هكذا ستربطوا الألوان ديالكم مع بعضها وكنستمروا في الخدمة ديالنا عادي يعني كنكمل الخدمة ديالنا حتى الآخر ديال الهبطة يعني بقى معي باش تشوفوا الشكل النهائي ديالنا كيفاش غايجي ديال تناسق الألوان ويعني والغورمت ديالنا في الآخر كنكمل الخدمة ديالي نفس الشيء اللي درت معاكم سابقا كندير دقات ثانية في التوب كننقذ مباشرة هنا لها ديالنا ديالنا الفوق كندير كذلك الدقة ديال التوب عادي كنرفع هنا هذا الخط بغرزة الجانب الفوق كندير دقة ثانية كما تلتح يعني دقة متواصلين هنا اول حبكة كنحبكة ضرورة تزيرها جيدة تجعلها لغير العوينة لغير من بعد يعني لقد مرخوف من الأول تشد بحركة الخط تشد هنا في العوينة أول غير ستجبد الخدمة وتشارك لكم ولهذا تزيرها جيدة يعني أنا غدب في التصوير يعني بالنسبة كنخدم غير غير أول حبكة كنخدم شيء متهى الاتقان متهى المهم والأساس أنكم تخدموا الطريقة والتقنية يعني واتبعوا نفس المراحل باش يعني تحصلوا في الأخير على نتيجة يعني يعني روعة وخدمة متقوقة ومتقونة يعني تالنهاية فنستمروا عادي في الخدمة دينا كما كنت لكم كنخدموا ربعات الحبات من كل تكنسالي والألوان اللي عندنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي دي الخدمة دينا كيفاش كاي جي شتو يعني ما غادي يشوفوش بناد ما يعرف بانه تقنية يعني خاوية من الواسط لاننا كنعمروه بالحبيك والنتيجة كتبقه هي يعني نفس الشكل اللي كنا نخدمه سابقا ديال غورميت كنتمنى الفيديو الطريقة والشرح يكون واضح والفيديو ينال إعجاب الى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زوير وأعمال جديدة كما عودناك